خلينا في البداية نتكلم عن دور القوات الجوية اللي كان لها دور عظيم وكبير جدا في حرب أكتوبر صحيح خلينا نتكلم عن هذا الدور ونعرف كمان الجيل الجديد اللي طالع ازاي القوات الجوية كان لها دور كبير جدا في حرب أكتوبر احنا بالنسبة لنا حرب أكتوبر اول ما بنسمع حرب أكتوبر بنفتكر سلاح الجو المصري وطالع الجوية وضرب الجوية صحيح والحقيقة هنبدأ أن القوات الجوية الإسرائيلية قوات جوية قوية باعتماد عالي جداً على القوات الجوية محدثينها باستمرار عندهم أحدى استغارات في هذا الوقت كانت تغارات الجيل الثالث الجيل الأول من التغارات هو بعد الحرب العالمية التانية وهي التغارات اللي هي فيها محرك نفاس زي الميك 17 مفهاش رادار وأقل من سرعة الصوت الجيل الثاني أسرع من الصوت ومفهاش رادار متقدم بداية تركيب الرادار وفهاش صواريخ رادارية أساساً لكن أسرع من الصوت زي الميك 21 الجيل الثالث فيها رادار متقدم صواريخ رادارية وصواريخ حرارية وتسليح متنوع زي الفانتوم وديكت عندي إسرائيل فهما باعتمد اعتماد عالي جداً الصواريخ الحرارية دي اللي يبت تتبع العدم بالضبط كده الصواريخ الحرارية تتتبع العدم الصواريخ الرادارية لازم يكون عندي رادار عشان أشوف الطيارة اللي أنا حضربها وبسلوب معين أوجه السواروخ الراداري تبقى للرادار بتاع الطيارة اللي شايف الهدف طبعا هم بيعتمد اعتماد جالجي عالي جدا عن القوات جوية محترفة محدثة وقال لك احنا لنا الزراعة الطولة وضربوا أهداف مدنية داخل مصر أثناء حرب الاستنزاف منها مدرسة بحر البقاء ومنها مصانع أبو زعبل ومنها أهداف حتى في المعادي وقال لك احنا نصل إلى أي مكان في مصر ترتبعا على اللي عمله في 67 فدي كانت مشكلة وإحنا عندنا طائرات الجيل الأول والثاني ومحدش راضي يديك سلاح المنهزم محدش بديه سلاح يقولك هديك سلاح يتضمع لأرض تساوك بالزبط فطبعا كان ده الشكل اللي موجود اللي موجود بعد 67 كمان إن المطارات اتضربت على الأرض والطائرات اتضربت على الأرض الطائرة على الأرض محتاجة دوشمة تحميها الطائرة سلاح رهيب لو طلعت في الجو ودي نقطة كانت مش موجودة في 67 رغم فيه بطلات في 67 وفيه طائرين طلعوا على جزء من الممر المضروب وطلعوا اشتبكوا كانت حاجات فردية لكن فطن الشعب المصري والدول المصري لأهمية بناء قواعد ومطارات ودوشم تحمي الطائرات وممرات داخل أيضا المطارات يبقى فيه كزا ممرة عشان تقدر تطلع كزا طيارة في وقت واحد وتعمل تجميع قتالي عالي جدا مش تعمل تجميع قتالي عدد كلمة الطائرات عشان قدر ننفذ مهمة النقطة دي حقيقة تم الإعداد بصورة محترفة لكن اللي أنا عايز أقول في النقطة دي أثناء الإعداد كان فيه حرب الاستنزاف فكان فيه إعداد وحرب في نفس الوقت فهتلاقي القوات الجوية ضمن القوات المسالحة بتحارب وبتعد نفسها ليه المعركة واستشهد مدنيين أثناء الإعداد لأنه كانوا دول من ضمن الشركات المدنية اللي بتبني دوشم للطائرات وممرات وقواعد جوية كانت ملحمة بين المدنيين والعسكرية طبعا الشكل العام قبل الحرب طرات الجيل الأول والثاني وطرات الجيل الثالث ممكن أنا جبنا الصور بشكر الإعداد هنا ممكن لو أوريكو برضو طائرات المصرية اللي كانت موجودة طائرة زي الميك 17 وإيه دي طائرات دي الميك 17 دي الميك 17 طائرة الجيل الأول تمام؟ الطائرة اللي تحتها دي الفانتوم تخالي طائرة الجيل الأول الميك 17 لما تشتبك مع طائرة زي الفانتوم من طائرات الجيل الثالث فيها رادار متقدم في هذا الوقت تسليح متنوع سواريخ رادرية يعني حيشوف الميك 17 من بدر ويضربها سواريخ حرارية كفائتة عالية جدا لما الاثنين يشتبكوا مع بعض الميك 17 طيار الميك 17 يسقط الفانتوم وده اللي حصل ما حصلتش الكلام ده في التاريخ ولو قلت لأي حد قبل الواقعة دي وهذا الاشتباك إن طائرة ميك 17 أسقطت فانتوم حيقولك ده مستحيل لكن ده حصل طب حصل إزاي فانتوم؟ التدريب العالي مهارة الطيار المرحل الطيار عارف إمكانات طيارته وإمكانات الطيارة الأخرى ونقطة القوة اللي عنده ونقطة القوة اللي عند الطيارة الأخرى ونقطة الضعف اللي عند الطيارة الأخرى ومن التدريب العالي جدا هو يوصل ان هو يستغل نقطة القوة اللي عنده. اثناء نقطة ضعف في الطائرة الاخرى دي بتقعد ثانيتين ثلاثة. يعني لو ما اتصرفتش في الثانيتين ثلاثة دول نقطة المشهد ده بتاع انه تقعد نقطة ضعف هيختفي. هيتحول. بالزبط كده. يعني هو الموقف الجوي موقف سريع التغير شديد التعقيد. فمحتاج حد يكون عنده قدرة عالية جدا على التخيل والتصرف في ثانية ثانيتين يقدر يستغل الموقف. وهي دي كفاءة المقاتل المصري. صحيح. دي نقطة. انا برضو بقول الشاب ليه. وده شاب اللي كان فيه ميكس 17. لو لو اتقلك انت طيارتك ميكس 17 وبتطير عليها. وحتطلع هتلاقي الفانتوم والسكايهوك والميراج. وحتشتبك معاهم. فيه فرق جبار في الامكانيات. اذا محدودية الامكانيات ده حافظ الابداع. مش معاوك للنجاح. صحيح. ما هو كل ما دي لازم ياخدها قدامنا. ما هو دول مصريين وانا مصري. في حالة الاسرار والايمان يا فندم. الاسرار والايمان ده بيد الدافع. لكن اللي حيترجم الدافع للتحقيق الهدف التدريب العالي والعلم الصحيح. صحيح.